من فاروق نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان ونشوف ايه اخر اخبار عنده سيد الخير يا شريف تحت ليك كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناة النادي الاهلي الاهلي وبرمز فلسامنا مساء على ملعب استاذ القاهرة يا رب بإذن الله دعواتك ودعوات كل مشاهدين وإذن الله يكون فوس جديد للنادي الاهلي من فنده الاقامة النهاردة كان يوم النادي الاهلي بدأ في العاشرة صباحا وكان فيه النهاردة اختبار كورونا او تحليل كورونا عرشان خاطر سفارية المغرب طبقا تعلمات الاتحاد الافريقية وايضا كان فيه بالسوري الدم كان فيه عين الدم اتخذت من كل لعبي النادي الاهلي اليوم وبعد انتهاء الشركة من اخذ عينات النادي الاهلي وتحليل كورونا تاجد الى ملعب التتش عشان البعض اللعيب البودلاء اللي كانوا بيتمرانه النهاردة ومسافرين مع النادي الاهلي يوموا بنفس الاجراء بإذن الله يا رب بإذن الله الاهل يروح المغرب بإذن الله وفرحنا بإذن الله من المغرب يمكن ديكت أجواء المعسكر ما يخص سفرية المغرب اليوم خلينا أقول لك النهاردة النادي الأهل النهاردة محاضرته كانت فيه الساعة الرابعة والربع ممكن مستر مسماني قاعد حوالي ساعة الربع تكلم فيه عن تشكيل الهلعب بيئة المباراة بعد قليل وعن الجمل التكتيكية والفنية اللي طلبها من لعبي النادي الأهلي وطبعاً اتفرجوا مبارح في التمرين الأخير على فريق بيراميدز محاضرة يمكن استمرت حوالي ساعة تكلم فيه عن كل شيء وما يخص ونقاط القوة والضعف لفريق بيراميدز باتبنى بإذن الله رب التوفيق للنادي الأهلي التحرك هيكون فيه السادسة مساء بإذن الله تلت ساعة 25 دياء بكتير بإذن الله ويصل الأهلي استاد القاهرة الدولي خلينا أقول لك النهاردة غيابات النادي الأهلي كتير جداً يمكن تتكلم في الشناوي سوبرستار وبطمنك عليه وبطمن كل جمهاري النادي الأهلي الشناوي جاهز لمباراة الوداد المغربي على المعلول أيمن أشرف جيلاردو رامي ربيع مروان محسن ومروان محسن يمكن الرجل بريحه عشان خاطر طبعاً مباراة الوداد وأيمن أشرف برضو بطمنك عليه جاهز أيضاً برضو لمباراة الوداد المغرب النهاردة تقم تحكيم يمكن حاكم ساحة محمود البنبي يساعده أحمد حسام وأحمد توفيق وحاكم رابع النهاردة محمد محسن حاكم فيديو اليوم محمود سوئي ومصطفى وطبعاً مصطفى عثمان حاكم مساعد فيديو يا رب بإذن الله النهاردة يكون يوم جميل لكل جماهير النادي الأهلي ونفوز النهاردة الناس كلها بتتساءل ألا هيلعب النهاردة بالفول تيم ولا هيلعب ببعض الناشئين هنعرف كل ده بعد قليل أما نعرف التشكيل لها يقالينه طبعاً مستر موسماني لكل جماهير النادي الأهلي بالتوفيق بإذن الله النهاردة للنادي الأهلي ويكون سلاس نقاط جداد يضافوا إلى رصيد النادي الأهلي عشان نوصل بإذن الله للنقطة تمانية وتمانين ونعمل أرقام كاسية كالعادة موسم بإذن الله كله أرقام كاسية عود ليك من جديد كابتن آيمن شكراً جزيلاً للزميل العزيز شريف شعبان وزي ما احنا شايفين الأجواء مهيئة بإذن الله للنادي الأهلي لتقديم عرض جيد والفوز بمشيئة الله